اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نيب القائد الاعلى نيب الاول رئيس مجلس الوزراء اكد على تطلع مملكة البحرين الى مواصلة البناء على ما تم انجازه في مسيرة علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية على جميع الصعود بما يعكس زخم هذه العلاقات التي تلقى كل الدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله واعرب سموه عن ارتياحه لما شهدته مختلف قطاعات التعاون الثنائي من تقدم خاصة مع تبادل الزيارات بين الجانبين على مختلف المستويات وما اثمر عنها من تعاون في قطاعات اقتصادية واستثمارية حيوية في اطار الاتفاقيات المشتركة بين البلدين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الاكذبية اليوم سعدة السيد ماجيف غراييف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة حيث اثنى سموه على جهود السفير الروسي في تعزيز العلاقات البحرينية الروسية وتمنى سموه التوفيق والنجاح لسعادة السفير في مهمه المقبلة وخلال اللقاء استعرض سموه مع سعادة السفير الروسي مجمل القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جنبه اعرب سعادة السيد ماجيف غراييف لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الاعلى نايب الاول رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بدعم العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا نحو مزيد من العمل المشترك منوها بالدعم الذي لقيه طوال فترة عمله في مملكة البحرين ما اسهم في تسهيل مهم عمله في المملكة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة